موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التدين في معنى من المعاني هو استحضار أحكام الإسلام وقيامه وعقائده في واقع متدين وعلى جوارحه وهو من حيث الأصل ينبغي أن يكون التمثيل الدقيقة والصادقة لمراد الشارع من شريعته لكن تدين صفة لازمة في كل الأديان والشرائع وهذا يقودنا إلى السؤال عن مفهوم التدين العميق وجوهره في الإسلام وعن مظاهره ومقاصده وآثاره في الفرد والمجتمع ثم السؤال عما إذا كان التدين ما يزال يحتفظ بحقيقته وجوهره في حياة المسلمين اليوم مشاهدين الفاضلين أهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامج مقاصد يبحث ظاهرة التدين وآفاته للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا الترحيب بضيف الحلقة الدكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث في جامعة الأزهر أهلا ومرحبا بكم دكتور مرحبا بك أستاذ قهاد وأخواننا المشاهدين جميعا في كل أرض الله التدين ربما يكون أحد أهم من المواضيع التي ينبغي عدى المسلمين طرقها في كل وقت وحين لأنه مرتبط بدنياهم وآخرتهم فهل التدين دكتور هو الشعائر والعبادات التي يؤديها الإنسان من يومه وليله أم أن الأمر هذه الشعائر والعبادات لكنها مصحوبة بالكيفية التي يؤديها وكذلك بالأفكار والتصورات التي يحملها المرء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن ولاه ثم أما بعد في الحقيقة التدين عندنا نحن المسلمين هو الخضوع والانكسار والتعبد لله تبارك وتعالى والالتزام بشرعه الحنيف في كل الأحوال في العقائد وفي العبادات في الأخلاق في المعاملات في الحركات في السكنات في النوم في اليقظة في السلم في الحرب مع كل أحوال العب هذا هو التدين لذلك قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال جل جلاله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فالتدين بدين الله تبارك وتعالى هو في الحقيقة هداية ورشاد وعز وشرف وكرامة ورفعة وسناء ولذلك قال الله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله أي لن يمتنع ولن يستكبر لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله فشرف للمسيح وأمه وكل من في الأرض جميعا أن يرضى الله عز وجل بهم عبادا في عباده وأن يدخلهم في هذا التشريف العظيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فالتدين عندنا هو الخضوع التام والالتزام المتناهي بشرع الله تبارك وتعالى بأمره ونهيه هذا عندنا نحن المسلمين أما في العموم فالتدين هو الالتزام بأوامر ونواهي يحسبها العبد مقدسة لا يجوز تغييرها سواء كانت هذه الأوامر والأنظمة حقا أو باطلا فهذا هو التدين فلذلك يسمى المسلم الملتزم بشرعه متدينا والبوذي يسمى الملتزم بالبوذية متدينا وكل من التزم بدين سواء كان هذا الدين سماويا أو أرضيا حقا أو باطلا يسمى متدينا إنما نحن المسلمين عندنا التدين هو الالتزام والتعبد والخضوع بشرع الله عز وجل على الوجه الذي يرضى الله عز وجل به وأنزله سبحانه وتعالى على الوجه يعني الكيفية نعم وهو تدين كما ذكرت يشمل كل مظاهر الحياة للعبد للفرض للأمة للخلق أجمعين لا يخص شأنا دون شأ طيب يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلوقه فزوجوه إلا تفعنوا تكون فتنتهم في الأرض وفسادهم إلى آخر الحديث ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت حينما سئلت عن خلوق النبي قالت كان خلوقه القرآن صلى الله عليه وسلم يعني هذان الحديثان يقودان بالضرورة إلى السؤال هل ثمت أن الأخلاق هي مرادفة للتدين أم ثمت خلاف بينهما بمعنى أن هل التدين هو الأخلاق نفسها أم أن الأخلاق ثمرة للتدين لا الأخلاق جزء من التدين وليست هي التدين كله يعني هي جزء منهم فلذلك نقول حديث إذا جاءكم من ترضون دينه دينه أي تدينه وإلا دينه ليس عقيدته ليس المقصود بها العقيدة وليس المقصود بها الأخلاق وليس المقصود بها المعاملات وليس المقصود بها العبادات فحسب إنما مقصود بهذا المعنى كل هذه المعاني مجتمعا ولماذا عطف عليه الخلق؟ إيه؟ ولماذا إذا كان مقصود في تدين كل شيء فلماذا عطف النبي عليه الخلق؟ للتنبيه على مكانة الخلق في الدين أو في هذا المعنى بالذات ولذلك قال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع كما في الصحيحين لجمالها ومالها وحسبها ودينها تظفر بذات الدين تالبت يدك مع أن الله حرم على المسلم نكاح الكافرة إذن فمعنى كلمة دينها هنا لا يقصد منها المسلمة لا يقصد منها المتدينة أي الملتزمة بشريعة الله تبارك وتعالى فالمرأة المتبرجة هي في عرف الناس مسلمة لكن لا يجوز الزواج بها لأنه لا ينطبق عليها هذا الحديث هذا الحديث للنتبئة من الوجوب لا لأنه إذا قلنا إذا قلنا إن الإسلام سمى المرأة المتبرجة زانية فالله حرم الزواج بالزانيات سواء كن زانيات حقيقة أم زانيات حكما فالمرأة المتبرجة زانية حكما وليست حقيقة والمرأة الزانية حقيقة كلاهما ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فابحث ابحث عن ذات الدين الدليل على هذا أن الصحابي لما جاءته المرأة كما في النساء وأحمد وغيره لما جاءه الرجل فقال له إن امرأتي لا ترد يد لامس وقلط اللقاء فخبال حضرتك فلذلك نعود إلى الحديث الذي ذكرته حضرتك خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أيوة فلما سئلت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كما في مسلم عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت للسائل هل تقرأ القرآن؟ قال نعم قرأته قال إن كنت قرأته إذن فاعلم أنه أن خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم هنا أستاذ كبير في إحدى الجامعات وهو رجل فقيه ومستخدم من قبل بعض الجهات دائما للشذوذ والطعن في الدين وأخذ هذا الحديث وقال إن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على الأرض لا يا سيدي عائشة لم تقل هذا أنت الذي فهمت هذا أو أنت الذي وهمت أو أنت الذي تكذب قصدا على عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة لم تقل كان عائشة لم تقل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان قرآن يمشي على الأرض قالت ورح من هنا يطعن في القرآن إن النبي يمشي على القرآن وهكذا يعني إنما قالت عائشة كان خلقه القرآن ومعنى خلقه لا تقصد رضي الله تعالى عنها سجاياه أو شمائله صلى الله عليه وسلم إنما تقصد عقيدته وعبادته ومعاملاته وأخلاقه كل شأن من شؤون النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة والقرآن والمنام والحركة والسكون والسلم والحرب موافق لما جاءه في القرآن وليست أخلاقه فقط هذا معنى الحديث كان خلقه القرآن أي كانت أفعاله وعقائده وسجاياه وطبائعه ومعاملاته على وفق ما أمره القرآن لقوله تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك فلذلك لا يصح أن نقول إنه كان خلق القرآن يعني سجاياه وطبائعه لا كانت أفعاله وعقائده نعم طب دكتور يعني أنت قلت في مستهل الحلقة أن التدين هو عبادة الله سبحانه وتعالى على الوجه المراد شرعا أو على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى هذا فيه كناية أو فيه إشارة إلى الكيفية التي ينبغي أن يعبد المرء فيها الله سبحانه وتعالى لو حدثتنا عن هذه الكيفية في سياق كيف يحقق المسلم التدين الحقيق الذي يرضى الله سبحانه وتعالى عنه هو التدين الذي يعني نريده أو يريده الله تبارك وتعالى منا هو الالتزام التام بما شرعه الله عز وجل في القرآن والسنة التام ما معنى التام هنا؟ التام يعني الذي لا نقص فيه ولا عور صحيح نحن لا نستطيع أن نأتي به على الوجه الكامل التام إنما نحاول أو لا ننقصه قصدا نحن نحاول أن نصل إلى درجة الكمال ولا ننقصه قصدا هل المسلم مأمور في تدينه بأن يحاول بلوغ الكمال؟ نعم نحاول أن يصل إلى درجة النبي عليه الصلاة والسلام في تعبده وتدينه وإن كان من المحال أن يصل إنما ليس المقصود في التدين إنقاص الديانة ولا الرضا فيها بالدون ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى يجي عند الدنيا وينظر إلى الرجل اللي ركب سيارة واللي رأى أعرفك ويجي عند الدين كل مرة بصلي كويسة هو لا حينما تكون عند التدين أطلب أعلى يعني أعلم اطلب معالي الأمور ودع سفاسفها وحينما تكون في الدنيا يعني الرضا منها بما يكفيك هو خير وبركة لكن هذا الكلام حتى الآن هذا الكلام قد يكون معذرة دكتور إنشائيا كيف الإنسان يبلغ معالي الأمور ويحاول أن يجتهد أن يصل إلى مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو محال أن يفعل في طريق تديونه وتعبده الله سبحانه وتعالى ماذا عليه أن يفعل هذا يتضمن معنا أن الإنسان سيخوض حربا مع نفسه ومع وساوس الشيطان ومع شياطين الإنس وهذه حرب لها ودى فيها أليس هذا؟ بلا شك أولا عليه أن يحرر عقائده يعني رقم واحد في الوصول إلى هذا عليه أن يحرر عقائده كيف؟ أن يحرر عقائده لأن عقائد المسلمين دخل عليها يعني الدخن كثير من هنا وهناك إما من الإرجاء وإما من التصوف الفاسد وإما من التكفير وإما من العلمانية الليبرالية القومجية يعني دخل عليها أفكار كثيرة عليلة عليه أن يحرر عقائده أولا فإذا تحررت عقائدته من هذه الوساوس وتلك الدخائل يعني تحرر إيمانه يبدأ يشتغل على إيمانه بالقرآن تلاوة وحفظا وتفهما وتدبرا وعملا بالسنة أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي به ويتعلم آثاره صلى الله عليه وسلم ويقتدي به في كل شيء بالقرب من الثلة الصالحة بتتبع أثار الصالحين من السلف رضي الله تعالى عنهم بالبعد قدر الطاقة عن المعصية فإن وقعت نفسه في معصية أو زلت فيها قدمه فلا يصح أن يبقى فيها إنما عليه أن يخلع نفسه من براثن المعصية وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يعجل بالرجوع إلى الله لأنه لا يوجد المعصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام إنما غير ذلك من الصالحين من ظن أن الصالحين لا ذنب لهم فهو مخطئ فلذلك عليه أن يحقق هذا المعنى في الجملة أن يحقق هو إذا صلى سجد ركع وسجد وقام وسبح وهلل وكبر عليه أن يحقق هذا المعنى في حياته أن يركع بفكره لله وأن يسجد بعقله لله إنما يذهب يركع في المسجد ويسجد في المسجد وفي الصلاة ثم هو يرتشي ويرابي ويأكل الحرام ويعطي الشرائع الله ويستحل المحرمات ويرتكب المنهيات ويظلم ويجور لا يا أخي أنت سجدت إذن سجدت جبهتك فليسجد معها قلبك وفكرك وعقلك إذن علينا أن نحرر هذه العقائد أولاً ثم نحرر التصورات من التصورات المفسودة التي دخلت علينا من الحضارات المجسية والحضارات الغربية والحضارات الكافرة علينا أن نحرر هذه التصورات فيعود المسلم إلى تصوره الإسلامي السليم النقي الصافي فإذا استطاع أن يصنع هذا نعم إن شاء الله يكون على طريق التدين الصحيح وينخلع من التدين المغشوش إذن الرؤية والتصور والأفكار التي يحملها المسلم هي جزء من تدينه؟ طبعاً أمثلة على التصورات التي تحتاج إلى تصحيح والتي مأخوذة عن غير الإسلام دكتور يعني مثلاً الرجل الذي يمنع بناته أو أخواته من الميراث وهو رجل يحج كل عام العالم الذي يسوه المنكر والفساد ويستحل المحرمات بدعوة التيسير على الخلق العالم الذي يجاري المجتمع الكافر ويحاول أن يلبس كفره وفساده ثوب العقيدة وثوب الإسلام ويزيل الخصوم التي بين فساده هؤلاء وبين شريعة الله تبارك وتعالى لا هذه خصومة لن تزول إلا بزوال الفساد إلا بزوال الفساد إنما نلبس الفساد ثوب الشريعة وثوب الإسلام هذا تضليل فالمرأة التي تصر على أنها تصلي وتصوم ثم تخرج متبرجة هذا ما هذا يعني؟ التاجر الذي يصر على الحج والعمر والصوم والزكاة ثم هو يعني تجده غشاشا مرابيا مخادعا غرارا بالناس كل هذه الأمور لا بد أن تحرر تحرر التصورات عند العلماء وتحور التصورات عند الحاكم والمحكوم والرئيس والمرؤوس والتابع والمتبوع والكبير والصغير والرجل والمرأة لا بد أن تحرر التصورات حتى تكون على أصل الدين والشريعة التي جاء بها رسول الله حتى ولو كان هذا الذي ورد عندك وارد عن الأئمة لا بد أن تحرر هذا حتى يستقيم على شريعة الله تبارك وتعالى وعلى منهاج النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنت تقول حتى وردت بعض التصورات هذه حتى عند الأئمة فينبغي على المسلم أن يصححها طب كيف للمسلم أن يحسن ويحقق تديونه بتصحيح ما ورد على الأئمة إذا ما كان الأئمة قد انحرفت بعض التصورات هذا ما فهمته من كلامك فكيف للمسلم العادي مثلي مثلا أن يستدرك على الأئمة ويحقق تديونه لا هذا ليس له الاستدراك على الأئمة لمن ملكت أدوات والمواهب أستاذ جهاد أما الصبيان الأغرار ولذلك الذي يملك الأدوات ويستدرك على الأئمة يستدرك بأدب وبذكر السبب وبيان الأدلة ويحترم الأئمة ويجلهم ويحترم تقدمهم وتقدمهم وكل هذا هو حينما يعني ينتقد فلان من الأئمة أو ينتقد سين من الأئمة ويعرف أن هذا الإمام له قدم راسخة في الدين والعلم والديانة فلذلك يعرف هذا إنما الصبيان الأغرار الذين يتطولون على الأئمة هم هؤلاء أولا جهلة لا يقدرون قدر الإمام فليس هذا لكل أحد من الناس إنما هذا لمن ملك الأدوات والمواهب معها الأدوات وحدها ليست كافية فنحن نرى كثيرين من الناس معهم أدوات لكنهم لا يملكون المواهب ولا يملكون التوفيق لا يعني لا يوفقون فلذلك يخطئون أكثر ويفسد أكثر مما يعني يحاولون التصويب ويفسدون أكثر مما يحاولون التصحيح فهذه مسألة في الحقيقة مسألة كبيرة جدا ولعلنا نأتي كيف ندركها إن شاء الله طيب يعني سنذهب بعد قليل إلى الفاصل ولكن قبل ذلك نريد أن نحرر مزيد من التحرير لمفهوم التدين عند السادة المشاهدين هل القرآن نصص القرآن أو نصص الوحي من قرآن وسنة تكفي لإقامة التدين الصحيح أم ثم تلوازم أخرى لا بد منها لإقامة هذا التدين هي تكفي نصوص الوحي تكفي إنما لا بد أن نفصل بين التدين والعلم لأن التدين هو المعرفة بالله تبارك وتعالى والرجل قد يكون أميا وهو يعرف الله سبحانه وتعالى أكثر ممن من العلماء الذين لهم كتبوا يعني ملأت مكاتب الدنيا فمعرفة الله ولذلك الحسن البصري رضي الله تعالى عنه لما كان في مجلس فقام ونهضوا بعضين بعض تلاميذه يعني أرادوا أن يلتفوا حوله ويجرون وراءه وهذا يفسد العلماء في الحقيقة ويدخل عليهم العجب والغرور فنهرهم الحسن وقال لهم عودوا فقالوا يعني المهم أنه قالوا له نريدك أيها الفقيه فقال الفقيه من عرف الله وعرف نفسه فعودوا إن لا تحسبون أن قرع النعال حول الرجال لا يلبس إلا الحمقى يعني إن قرع النعال وكثرة الناس حوالين الرجل لا يلبس لا يقعد إلا الحمقى إنما مثلي لازلت بفضل الله عاقلا لست أحمق فلن أعود فعودوا فإدخال العجب على الناس هذا منه فلذلك معرفة الله عز وجل سفيان الثوري مدحاه رجل فقال له قل ما تشاء فأنا أدرى بنفسي الرجل حينما يعرف الله عز وجل يعرف كل شيء إنما الأخرى باء التي هي مكاشف النصوص ومرآة النصوص من أقوال الأئمة رضي الله تعالى عنهم هذا للتعليم والعلم وهناك في الحقيقة فرق بين معرفة الله تبارك وتعالى وبين العلم هذا ما أعتقده أديم الله عز وجل به فالرجل قد يعني يحفظ من نصوص القرآن والسنة ويحفظ شروحها ويحفظ متونها ويحفظ ويحفظ لكنه لا يعرف الله مغفل عن معرفة الله تبارك وتعالى ولذلك يعني يتجرأ على ما حارمه ويستحل الحرام لنفسه وللناس ويحرف نصوص الشريعة ويضل ويضل هذا لا يعرف الله إنما الذي يعرف الله لا الذي لا يعرف الله لا يتجرأ على هذا ولذلك غابت هذه الحقائق عن كثير من المسلمين فخلطوا بين العلم والتدين فالتدين التدين هذا يعني هو قائم على معرفة الله تبارك وتعالى وهذه بالقذف في النفس وتوفيق الله عز وجل لها وإن كان لا يحفظ من نصوص الشريعة شيئا إنما لو انضاف إلى هذا معرفة الشريعة بنصوصها وشروحها ويعني هذه البركات العظيمة هذا يعني يختلف إذن يختلف يعني ضم إلى المعرفة علما وضم إلى العلم خشية وضم إليه فقها إذن هذا يتفوق على من عنده معرفة فقط فإنما من عنده معرفة وليس عنده علم أفضل ممن عنده علم وليس عنده معرفة بالله فالأصل بالتدين المعرفة بالله سبحانه وتعالى نعم أما قال سفيان بن عيي طيب بقي لي قبل أن أذهب إلى الفصل أن أسألك عن العلاقة عن العلاقة بين التدين ومفهوم الاستخلاف إني جاعل في الأرض خليفة هل التدين يوصل إلى الاستخلاف خلافة الله في الأرض معنى وقت معنى مربما يعني دقيقتين أو ثلاث لأن هذا يعني في الطريق إلى التدين يعني أنا جهزته في مسألة الطريق كيف نحقق التدين في أنفسنا وفي المجتمعات وقلت أول شيء فيها إقامة الإمام الراشد لن يحدث تدين في المجتمع ولا عند الناس من غير الإمام الراشد هذا مستحيل هذه دكتور لو أذنتلي هذه نقطة مهمة وتحتاج إلى شيء من الترسل لو تأذن لي أن أذهب إلى فاصل حتى نتوسع فيها بعد الفاصل نعم أثر التدين في الفرد والمجتمع يأتيكم الحديث عنه بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر مشاهدين الكرام ننويه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة رافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات لذا يرجى من متابعين الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد أسعدكم الله وهذه عودة للحديث عن آثار التدين الفردية والجماعية وحديثنا اليوم دائما مع الدكتور محمد أنور البيومي أهلا بكم مرة أخرى سألتك عن العلاقة بين الاستخلاف والتدين لكن أجدني مضطرا أن أستدرك على نفسي لأسألك عن مقاصد التدين لابد من الحديث عن المقاصد ما الذي يريده الشارع سبحانه وتعالى من تدين المرء من تدين المسلم ما المقاصد التي يسعى إليها هو مقصود واحد رئيسي رئيس فقط وهو تحقيق العبودية لله في الأرض التدين إذا حققت العبودية لله في الأرض في نفسك وفي المجتمع وفي الدنيا إذا أنت متدين إذا لم تحقق العبودية لله عز وجل ولو طالت لحيتك مترا وقصرت ثوبك يعني إلى ركبتيك فلن تكون متدينا وإذا لم تحقق العبودية لله عز وجل في الأرض فالتدين تدين مغشوش قال الله عز وجل يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فعبادة الله تبارك وتعالى هي أصل التدين وأن يصل العبد إلى هذا الشرف العظيم وأن يدخل في الزمرة التي أضافها الله إلى نفسه ونسبها إلى ذاته العلي فقال يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ارجعي إلى ربك راضية مرضية ويخاطب النفس يا أياتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي هذا هو غاية التدين أن يدخل العبد في هذه الزمرة وهذه الثلة المختارة المنتقى فإذا تحققت العبودية لله في الأرض تحقق معها كل خير وتحقق معها كل فضل وتحقق معها كل مثل أعلى وكل نموذج أفضل وكل ما يصب الإنسان إليه من الرخاء والسعادة والهناءة والاطمئنان والراحة وكل هذه المظاهر التي يعني يحسبها الناس أنها من مقاصد التدين لا لا تتحقق هذه المقاصد دون أن يتحقق المقصود الأول والمقصود الأول وهو التحقيق العبودية لله عز وجل في الأرض أن يكون سمعك وبصرك وعقلك وفكرك ووجدانك وقلبك كل ما فيك عبدا لله رب العالمين ولذلك إذا تحققت هذه المعاني في نفس العبد بدأ يعني يحققها في من حوله وفي من حوله هم أهله وأولاده وعشيرته صحيح ليس بالضرورة هل هذا ممكن يعني ما ذكرته هل هذا ممكن أم أنه شيء من المثالية لا لا يعني أي من المثالية مثالية بمعنى أنها شيء يرنو إليه الإنسان لكن عمليا غير قابل للتحقق أن يكون سمعه وبصره وعقله وأنفاسه لله سبحانه وتعالى هل هذا بشريا ممكن حتى لا يكون ملكا في نهاية الأمر لا لا هذا ممكن وإلا لقيل إن الله خاطبنا واستعبدنا بما لا يكون لا هذا ممكن ولذلك كان في من كان قبلنا وتحقق في قوم ربما يعيشون معنا يتحقق فيهم هذا أنا قلت في بداية الكلام ليس المقصود من التدين ألا تذنب وألا تخطئ إنما من تمام التدين ولذلك قلنا عن تمام التدين من تمام التدين ومن تمام معرفة الله أنك تعرف أنك مخطئ وخطاء ونساء كأبيك آدم ولكن لا تكن شيطانيا انظر ماذا صنع آدم حينما أخطأ وانظر ماذا صنع إبليس حينما أخطأ فإن وافقت إبليس في عمله بعد خطأه حينما راح يمرر لنفسه الخطأ ويسوغ لنفسه ثم يقول لله أنت الذي كتبت علي هذا يعني كذبا وافتراءا وغرورا وعتوا فإنما آدم عرف نفسه وعرف حقيقته وقال يا رب أنا مسكين من غيرك مقدر شعم الحاجة قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحم لا نكونن من الخاسرين فلذلك قالوا في العرب تقول من شابه أباه فما ظلم فنحن سنشابه أبانا في المعصية هذا لا مفر منه إنما لا بد أن تشابهه في التوبة والرجوع إنما تقف عند نصف العمل وتترك النصف الآخر لا هذا لا يجوز هذا ليس تدين هذا تدين مغشوش مثل تدين إبليس ولذلك فضحه الله عز وجل لما كان تدينه مغشوشا فضحه الله بهذا الاختبار ورد الأمر على الله تبارك وتعالى وأنه لن أسجد أسجد قال لا أسجد لبشر خلقته من طين أو من صلصال من حمأ مسنون أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين يا جدع مش كده ولذلك عد إلى رشدك لم يعد إلى رشده لأن تدينه في الحقيقة كان تدينا مغشوشا كذابا فضحه الله عز وجل في هذا الاختبار أما آدم فهو رجل طيب صنعة الله عز وجل ونفخ فيه من روحه لما أخطأ قال له ربنا تاب ورجع أنا أخطأت وإذا لم تغفر لي سأهلك وإذا لم تغفر لي سأكون من الخاسرين ليس عندي باب آخر فلو أن العبد شابه أباه في هذا وشابه أباه في تلك لا أفلح إنما يشابه أباه في الخطيئة ثم يشابه إبليس في الاستمرار على الخطيئة وعدم التوبة لا هذا هو الخطأ ليس من التدين أن لا تخطئ إنما من التدين أن تخطئ وتتوب أن تخطئ وتتوب ولو أخطأت في اليوم ألف مرة فاغسله فاغسل كل توبة فاغسل كل ذنب بتوبة قد يسوّغ لك الشيطان ويقول هذا يفتح لكم أبواب الفساد وأبواب الأخطاء والمعاصي نعم نحن نفتح لهم معها أبواب التوبة فإذا فتحت مع باب المعصية وفتحها الشيطان ونحن فتحنا مع باب المعصية باب الاستغفار والتوبة خلاص انتهت ولذلك في الدارمي قال الشيطان لرب العالمين سبحانه وتعالى قصمت ظهري كلما أضللتهم غفرت لهم وفتحت لهم باب الاستغفار وعزتك لأفتحن لهم بابا يدخلونه ثم لا يستغفرون إيش هو إبليس قال الأهواء الأهواء هي نهي ولذلك سنتكلم عنها في إن شاء الله في مسألة التدين المغشوش أو آفات التدين نعم ونرجو من الله أن يسعفنا الوقت لكن نريد أن تحرر لنا العلاقة بين الاستخلاف والتدين الاستخلاف قضية مهمة جدا في التصور الإسلامي إني جاعل في الأرض خليفة وقد استهللت الإجابة عن هذا السؤال بالحديث عن إقامة الخلافة الخليفة الراشد حبذا لو توضح لنا العلاقة بين التدين والاستخلاف حينما نريد أن نوضح العلاقة بين التدين والاستخلاف سأذكر مظاهر التدين أول مظهر من مظاهر التدين هو الذي يجيب على هذا وهو إقامة الحكم لله في الأرض وتنصيب الخليفة الراشد وليس أي خليفة الخليفة الراشد على الوجه الذي يرضى به ربنا تبارك وتعالى قال سبحانه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله وليس بما ترى وليس بما تحسب وليس بما تفكر بل بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة سبحان الله شوف ربنا سبحانه وتعالى انظر كيف يحذر نبيه ولا تكن للخائنين خصيمة أي الذين يرفضون حاكمية الله عز وجل والتحاكم إلى هذا القرآن وإلى هذه الشريعة هم خونا خونا لدينهم ولربهم ولأمتهم فاحذر أن تكون خصيما عنهم أي مدافعا عنهم وتركهم لنا نحن ولا تكن للخائنين أي المنحرفين عن هذا الأمر ولذلك أمر الله عز وجل المسلمين بهذا فقال شرع لكم من الدين ما وص به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى اعملوا أن أقيموا الدين ولا تتفركوا فيه إذن لا تدين يا أستاذ جهاد من غير إقامة الدين وإقامة الإمامة الراشدة لا تدين هذا كذب هذا دجل هذا قد يكون صورة مثل الصورة التي يرسمها الطفل شخبطة فولخبطة وهكذا وهو يحسب أنه رسام وأنه فنان لن يكون التدين أبدا هل أفهم من كلامك هذا أن كل تدين لا يفضي إلى تهيئة الأسباب لإقامة الخليفة الراشد فهو تدين غير صحيح نعم ومغشوش نعم كل تدين ليس فيه هذا العنصر ولا يؤسس له ولا يرنو إليه فهو تدين كذب معذرة دكتور يعني أنا مضطر باسم المشاهدين أن أسألك عن الطريقة التي استدللت به هذا الاستدلال أو الوصلت بها إلى هذا الاستنتاج أو هذا الفهم الآية التي حضرتك قلتها نعم إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها وأسفيك الدماء يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فكل هذا حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين في البقاري عفوا في البقاري وأحمد إن الله إن هذا الأمر في قريش أو لا يزال هذا الأمر في قريش ومن نازعهم فيه أكبه الله عز وجل على وجهه في النار ما أقام الدين ما أقام الدين فلن يكون تدين من غير إقامة الدين لكن هذا لا يفيد أنني أنا إذا لم أكن أسعى إلى إقامة الخلافة الراشد فأنا آثم وغير متدين يعني لا أستطيع أن أفهم من الحديث الذي تفضلت بذكره هذا الفهم من ظن أن إقامة الدين ممكنة من غير إقامة الخلافة الراشدة فهو يقرر أنه يمكن أن توجد نبوة من دون نبي ورسالة من دون رسول وهذا لا وجود له هذا لا وجود له لا توجد نبوة من غير نبي ولا توجد رسالة من غير رسول فكما لا توجد رسالة من غير رسول فلا يوجد تدين من دون رأسه لماذا دكتور؟ يعني أريد أن نفهم العلاقة هنا لأن أعتبر نفسي آثما إذا لم أسعى إلى إقامة الخلافة الراشد لماذا؟ يجب أن أفهم هذا وأعقله عندنا نواقص كثيرة جداً في حياتنا الفردية والجماعية الأسرية والاجتماعية عندنا نواقص كيف نستكملها في غيبة الإمام؟ لن تستكمل كيف يعني من المسؤول عن هذه المناكير المنتشرة في العالم الإسلامي بل في العالم كله؟ هذا هو الإمام ومن المسؤول عن إيجاده؟ أنا وأنت والمسلمون معا يعني الفساد المستشري بين المسلمين وبسبب غيبة الإمام أو غياب الإمام؟ طبعا طبعا بسبب غيبة الإمام لأن مع غيبة الإمام يغيب الدين غاب الدين وغابت حقائقه وغابت جذوره المبثوثة في الأرض والمزروعة والمغروسة في قلوب الناس من سيحرس الناس؟ ولذلك يعني الإمام هو ظل الله عز وجل في الأرض الذي يستضل به القوي والضعيف والغني والفقير وهو فئة المسلمين الذين يفيؤون إليها عند الحروب وعند الملمات وهو كنز الفقير وهو حصن الملهوف هو كل هذه المعاني الكبيرة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس في وقته كذلك الإمام الخليفة الراشد أنا أتكلم عن الخليفة الراشد فقط لا أتكلم عن غيره هذا الكلام لا أسقطه على أي أحد إنما أسقطه على الخليفة الراشد فقط ومن هو الخليفة الراشد؟ الخليفة الراشد أنا ذكرته مرارا وتكرارا هو رجل قراشي حر عليم عدل وصل إلى سدة الحكم بطريق شرعي لا بد من هذا ساس الناس بالقرآن والسنة على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يحقق هذه المعاني ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود وحديث أبي مسعود الأنصاري لما ألهم يا معشر قريش إن هذا الأمر فيكم وأنتم ولاتهما لم تحدثوا أعمالاً إذا حكمتم فعدلتم وإذا قسمتم فأقصدتم وإذا استرحمتم فرحمتم وإذا عاهدتم فوفيتم فإن لم تفعلوا فعليكم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين طيب دكتور حتى نجد وقتاً للحديث عن ما ذكرته بالتدين وخشفة لكن قبل ذلك كيف أكون متديناً يعني المواصفات الخليفة الراشد التي ذكرتها هذه يأتي بها الله سبحانه وتعالى وليس نحن كيف أسعى أنا كمتدين إلى نصب هذا الإمام راشد حتى يرضى الله عني وأكون متديناً بشكل حقيقي هو لما ربنا بعث النبيين لما ربنا بعث النبيين وأجلس النبي في مكة 13 سنة وقال له أدعو كان يعلم أنه لن يؤمن من مكة إلا بضع رجال وبضع نسوان طبعاً لا يعلم الله لا يعلم لا النبي عليه الصلاة فلماذا إذا كان الله يعلم لماذا أجلسوا كل هذه المدة ولماذا يرسل نبياً إلى قوم لم يؤمنوا به ولماذا يرسل نبياً إلى قوم يقتلونه إذا كان يعلم وإذا قلتنا لا يعلم هذا كفر لأن النبي أنا وأنت لسنا مطالبون نحن مستعبدون بالحقيقة الشرعية أو بالمشيئة الشرعية كون الناس تؤمن أو لا تؤمن تتحقق أو لا يتحقق المرجو أو المقصود هذه مشيئة كونية لا علاقة لنا بها فأرجو أن يفهم الناس هذا أنت تراني الآن ضالاً فتدعوني إذا اهدهت ديت فلك الأجر إن شاء الله فهذه دعوتك لي مشيئة شرعية هدايتي بيد الله مشيئة كونية إذا لم أسمع لك هل معنى ذلك أنك لا تدعو هذا الأخ وهذا الأخ؟ لا أنت مطالب أن تدعو لكن لست مطالباً بأن أهتدي هداية هداية الدلالة وقياساً على ذلك يعني قياساً على هذا ما حتى يفهم الناس نحن مطالبون بالسعي والعمل الجاد الذي رسمه الشرع لنا على الطريق الذي ذكره الله لنا لإقامة الدين وإقامة الخلافة الراشدة فإذا تحققت على أيدينا فهذا من فضل الله الذي اصطفان له وإذا لم تتحقق على أيدينا فقد أدينا الواجب الذي علينا بالمشيئة الشرعية أما المشيئة الكونية فهذه لا نحاسب علينا الله أعلم ماذا عن الأثر الذي ينبغي أن يتولد عن التدين سواء في الفرد نفس المتدين أم في المجتمع قليل من الوقت حتى نذهب مباشرة بعد ذلك إلى آفات التدين الأثر الذي يظهر من التدين هو تحقيق قلنا الخضوع التام لله رب العالمين في النفس وفي المجتمع نعم وفي الكون كله من حولنا وإصلاحه نعم وهدايته واطمئنانه وسكينته وإخراجه من حالة الاضطراب والقلق والحيرة التي تصل بهم أحيانا إلى الانتحار ومخاصمة الله تبارك وتعالى ولذلك قال ربنا جل جلال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وقال ربنا جل جلال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى الشطر اللي قبلها من الآية يقول ربنا تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى إذن لا ضلال ولا شقوة وقال ربنا تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة إذن كل هذه الوعود الإلهية ليس كلام يا أخي ليس كلاما نظريا هذا وعد من رب العالمين القائم على كل نفس بما كسبت القاهر فوق عباده الذي يقول للشيئكم فيكون الذي لن يعزب عن علمه شيء ولن يخرج عن قبضته شيء ولن يتمرد شيء عليه إذا أراده سبحانه وتعالى ولذلك نقول ليس هذا كلاما نظريا هذه وعود إلهية إذا حقق الناس الإيمان الصالح والتدين الصحيح كانت لهم هذه الأشياء الأمن بعد الخوف والجماعة بعد الفرقة والقوة بعد الضعف والاجتماع بعد الشتات والهداية بعد نعم معذرة دكتور تحدثت عن صفات أو عن آثار عظيمة لأتدين إذا ما حقق التدين الصحيح التدين الصحيح طبعا حقيقة اليوم مقارنة ببضعة عقود أربعة أو خمسة عقود في العالم الإسلامي وتحديدا في قلبه في العالم العربي نشهد انتشارا هائلا للتدين لكننا لا نشهد آثارا لهذا التدين تنتشر بالمقدار الذي يساوي انتشار التدين نفسه هل توافق على هذا الاستنتاج؟ لا هو لأنه هو تدين غير صحيح مش كامل يعني أنت توافق على الاستنتاج كنت سأسألك لماذا لو توضح لنا لماذا ماذا تقصد بالتدين غير الصحيح هنا الذي يحصل الآن في العالم الإسلامي بالرغم معذرة دكتور بالرغم من وجود وفرة العلماء والدعاة وسائل الإعلام التي تسخر أحكام الشريعة كلها للوصول إلى الناس التدين الموجود تدين فيه فساد في العقائد فيه فساد في التصورات فيه فساد في السبل المسلوكة لتحقيق المقاصد الشرعية منه فيه فساد في كلها فلذلك القدر الكامل القدر الكامل مش موجود القدر الكافي حدثنا عن أبرز آفات التدين الحاصل اليوم في العالم الإسلامي دكتور معنى وقت معنى ست دقائق طيب أول شيء من آفات التدين المغشوش أو مظاهره فيه في الحقيقة له علا الكثير جدا تنخر في عظامه ويعني تذبحه ذبحا أول شيء منها النفاق والرياء واستبدال الشريعة والجهل بأحكامها والقعود يعني الالتزام بها النفاق تعالى يعني إذا لا سمح الله إذا وجدنا إذا وجدنا العلماء 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 اللهم صفوة المسلمين كم فيهم ممن يبيع دنياه أو دينه بدنيا غيره وممن يشتري دنيا الناس بالدين كثير أم قليل إذا قارنت بين علمائنا في عصرنا هذا وعلماء السلف ستجد أن علماء السلف كان فيهم من يبيع دينه لكن قليل إنما من كان يحرص على دينه ويبيع دنيا الناس كثير فلذلك مكنوا في الأرض وكانت وكانت تديونهم تدينا صحيحا رائدا قائدا أعطينا أمثلة دكتور حتى يفهم الناس يعني آفات التديون ويتجنبوها أنا أقول أو أنا أتكلم عن النفاق أول شيء إظهار 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 خلاف المبطون أن يبطن المرء التديون ولكنه ليس متدينا يعني مثلا نفاق عملي نفاق العمل ونفاق العقيدة الاثنين موجودين نفاق العقيدة مثل كثير من العلمانيين والليبراليين وهؤلاء الذين يقولون ويتبجحون ليلة نهار جهارا نهارا ويقولون الله لا علاقة له بدنياي وهؤلاء ليس موضوع حديثين في هذه الحلقة ربما نقصص لهم هم يحسبون أنفسهم على المسلمين هذه واحدة الثانية من النفاق الدجل تحريف الشريعة وتحريف الدين كيف؟ لما واحد مثلا يقول إن إغلاق أو فتح المسجد هذا انتعاش لكل الأديان انتعاش للبوزية مثلا انتعاش للنصرانية مثلا انتعاش لكل الأديان إزاي وهذا علم كبير تفتح له الأبواب والأبواق واخد بال حضرتك طب إذا ما نزلنا قليلا عند الناس البسطاء آفات تديونهم يعني هل يمكن أن نقول بمعنى رضيهم يعني أنهم يرضوا بالتفكير بتفكير غيرهم عنهم بمعنى أنهم يسألون حتى في التصورات والأفكار يعني هل من آفات التديون أن يؤجر المرء بين قوسين عقله لغيره مثلا؟ ممكن هذه صورة من صور التديون المغشوش عند الطبق الوسطى اللي هي بين العوام وبين العلماء إنما الطبق العوام عندها يا أخي فصل بين الدين والحياة كيف دكتور؟ موجود فصل الرجل يصلي ويشتري لبنته لباساً متبرجة ألا يعلم أن هذا حرام لا يجوز؟ يصلي ويرابي يذهب إلى الحج ويعني لا يناصر الإسلام في أي موقف ليس له موقف يذكر فيه كل المواقف التي يعني حصلت فيها مفصلة بين الإسلام والجاهلية كان في صف الجاهلية يعني ما أسباب نمو هذه الظاهرة من المتدينين تديوناً مغشوشاً؟ ما هو القهل بحقيقة الإسلام أنا أرى أنه القهل بحقيقة الإسلام حقيقة الإسلام ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في مطلع في وفاة أبي طالب لما راح يزوره ومريض ويشوف أبو جهل النبي دخل صلى الله عليه وسلم وكان هناك مكاناً فارغاً بجوار رأس أبي طالب فانطفض مسرعاً أبو جهل ليجلس فيه حتى يفوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرب من عمه وثانياً باذر هو بالسؤال وملك ناصية الحديث وطرح السؤال على أبي طالب يا أبا طالب انظر ماذا يريد من ابن أخيك فقد صنع وصنع وصنع حتى يحول مقرى الحوار أيضاً إلى ما يريد ويذهب بعقل أبي طالب بعيداً وبعقل الحاضرين بعيداً لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني لم يفوت عليه هذا من توفيق الله له فقال له يا ابن أخي ما تريد من قومك قال أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب وتدفع لهم وتؤدي إليهم العجم الجزية قال له كلمة واحدة قال نعم كلمة واحدة قال له إيه قال له لا إله إلا الله هات بقى ترى هات يعني أمم الأرض التي تزحم بها مناكب الأرض تزحم قول لهم ما معنى لا إله إلا الله لا يفهمه طيب بقي معي إن كان خمسين ثانية دكتور بهذه الخمسين ثانية من الضروري أن نوضح للمشاهدين الكرام الذي يتدين تديناً مخشوشاً هل يدخل في دائرة الآية الكريمة للتقل الذي ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعه في الدنيا أم في الآخرة في الدنيا نعم في الآخرة لا علاقة لنا لأن الآخرة فيها الملك الديان سبحانه وتعالى ولذلك اسمه الديان أي الذي يجازي الناس على أعماله أما في الدنيا فالذي أراهم نعم أي نعم نعم يفقد أجر العبادة وكل شيء لا يفقد أجر العبادة إذا أداها بالصورة الصحيحة عند الفقهاء إنما يحصل له ما يسمى بالمقاصة يعني إيش يعني هذه المرأة ذهبت إلى العمرة وعملت عمرة وأدت أركانها من مال حلال ومن كل شيء والعمرة وفق الشروط الفقهية صحيحة طيب لها أجر أيها لها أجر خذت عشرة حسنات مثلا عشرين مئة حسنا على العمرة نعم طب والفساد الذي ترتكبه التبرج بعد ذلك أيها ربنا بيحاسب هي ترتكب من التبرج مثلا ألف سيئة وعندها مئة حسنة رصيد اخصم المئة حسنة من الألف سيئة يبقى علىها تسعمائة سيئة للحديث يبقي دكتور أشكرك شكرا جزيلا على هذا الحديث الضافي مشاهدين الكرام ختاما أشكر ضيفية الكريمة دكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث في جامعة الأزهار كل الشكر لكم دمتم في حراسة الله اشتركوا في القناة